بسم الله الرحمن الرحيم تعالوا نتكلم في المتغيرات العشوائية الـ Random Variants المتغيرات العشوائية ده قيمة يقابلها احتمال القيمة دي لو كانت أرقام صحيحة فقد يبقى دي منفصل يبقى متغير عشوائي منفصل يعني discrete لو كان القيم دي أرقام صحيحة وكسرية يبقى متصل الـ Continuous يبقى متغير عشوائي متصل تعالوا نتكلم على المنفصل اللي هو الـ Descret Random Variable أنا هاخد إيه هنا هجيب قيمة متوقعة أو توقع أو وسط حسابي اللي هو ميم مجسين فحا منطقي جدا ننضرب كل قيمة في احتمال التباين Sigma Square مجسين تربيع فحا هنا أسميم تربيع ثم الانحراف المعياري Sigma إننا نجيب الجزر بتاع التباين اللي هو Sigma Square اللي أنا لسه جايبه سين قلنا قيم وحاها احتمال نشوف مثال القيمة سين صفر واحد اتنين ثلاثة اربعة والاحتمال واحد من عشرة اتنين من عشرة تلاتة من عشرة تلاتة من عشرة واحد من عشرة على فكرة مجموحهم لازم يطلع واحد صحيح طبعا ما فيش كلام عاوزين القيمة المتوقعة الوسط الحسابي والتباين والانحراف المعياري تيجو نحط السين والحرافة جدول كده طيب عشان نجيب القيمة المتوقعة لازم الوسط الحسابي مجسين فحا تعالوا نعمل خانة رقم ثلاثة نضرب الخانة واحد في الخانة اتنين عشان نجيب سين فحا صفر في واحد من عشرة بصفر واحد في اتنين من عشرة باتنين من عشرة اتنين في تلاتة من عشرة بستة من عشرة تلاتة في تلاتة من عشرة بتسعة من عشرة اربعة في واحد من عشرة باربعة من عشرة مجموعة هذه الخانة اتنين واحد من عشرة المجموعة ده هو ده القيمة المتوقعة والوسط الحسابي خلاص التباين سيجمة تربية مج سين تربية في ح ناقص ميم تربية طب ما احنا محتاجين سين تربية في ح يعني نربع السين ونضرب في ح طب ما تيجي فيه حاجة أسر ان احنا نضرب خانة واحد في الخانة ثلاثة تدينا الخانة اربعة اللي هي سين تربية ح لان فعلا لو ضربت سين في سين ح تعمل لي سين تربية ح صفر في صفر في صفر واحد في اتنين من عشر في اتنين من عشر 2 في 6 من 10 ب1 و2 من 10 3 في 9 من 10 ب2 و7 من 10 4 في 4 من 10 ب1 و6 من 10 مجموع هذه الخانة 5 و7 من 10 بس اخد بالك مش هو ده التبايل لسه انا بعد ما بجيب الـ 5 و7 من 10 بطرح القيمة المتوقعة والوسط الحساب اللي انا لسه جايبه اللي هو 2 و1 من 10 تربيع يطلع 1 و29 من 100 عاوزين نجيب له الجزر التربيعي عشان نجيب الانحراف المعياري اللي هو سجمة يطلع 1 و14 من 100 دعالوا نرسم هذا الكلام السين على المحور الأفقي وحهسين على المحور الرأسي السين 01234 الحهسين اكبر حاجة 3 من 10 يبقى 1 من 10 2 من 10 3 من 10 الصفر حنطلع لغاية 1 من 10 بنمثل الأرقام اللي انا مدهالك الواحد نطلع لغاية 2 من 10 الـ 2 لغاية 3 من 10 الثلاثة نطلع بخط لغاية 3 من 10 الـ 4 نطلع لغاية الواحد من 10 شوف اللي انا بجيبه ايه سين ايه ارقام صحيحة انا معرفش اللي بين الزيلو والوان معرفش اللي بين الوان والتول انا معرفش الا احتمالات الارقام الصحيحة فقط عشان كده ده اسمه توزيع احتمالي او متغير عشوائي منفصل خد بالك ده رسم اضاحي مش رسم بياني عشان كده بص الصفر بدأ منين فيش مشكلة خالص ثم تمارين كل تمارين بصفحة